هذه الحققة من خمس اشياء برعاية Call of Duty Black Ops 4 لا تفوتك الفرصة تجد تنعب طور البتا ريال بلاك اوت مجانا تدائن من تاريخ 17 يناير اسم الجميع وكونوا الرقم واحد حلقة اليوم من خمس اشياء رح نتكلكم خمس ثلاثة الالعاب انتهت او ما راح نشوفها قريب وقبل ما نبدأ لا تنسوا نزل اللايك وشتركوا بالقناة والحين خلونا نبدأ اول سلسلة معنا هي سلسلة Mass Effect لعبة اكشن اربجي من تطوير السيديو بايو وير صدر منها اربع جزاء رايسية اول ثلاثة جزاء حققت نجاح كبير واي احد امتلك اجزة تجيل السابق لازم اكيد لعب هذه السلسلة او على الاقل سمع فيها احد المواقع العالمية اعتبر جز الاول احد افضل انعاب جهاز الاكس بوك 360 والجزء الثاني اخذ اكثر من 70 علامة كاملة في التقييم والجزء الثالث بعد اخذ حقه من المدح وانقذرت السلسلة الفترة وبعدين رجعت بجزء جديد اللي هو Mass Effect اندروميدا الامال كانت كبيرة على هذا جزء والكل كان متأكد انه راح تكون شي رهيب لكن مع الاسف من شفنا تعبير وجه الشخصية اعرف لنا اللعبة فيها خطأ ممكن الجيم بلاي تحصل على جزء سابقة لكن قصة الخيارات ما كانت بجودة ثلاثية هذا غير الاخطاء اللي موجودة في اللعبة وبكذا انتهت السلسلة من بعدها جزء ولا نعرف اذا راح ترجع لنا ولا حتى نعرف اذا كان شركة اي اي قالت انه بنشوف لها حاجة قريب ثاني سلسلة معنا هي سلسلة تجسس متل جير سولد من تطوير شركة كونامي من منها ما عرفت متل جير كل الناس عرفوا متل جير اهي تعتبر احد الهم العاب في الصناعة وحاصت على جوائز كثيرة والتقييم ممتازة لكن مع صدار The Phantom Pain اللي هو متل جير 5 بدت المشاكل بين مطور كوجيما و كونامي حتى كان واضح على اللعبة انها كانت ناقصة من ناحية القصة وانه مستعجل في اصدارها من بعدها طلعك وجيبة من شركة كونامي واسس له فريق ثاني اخر بيدعم من شركة سوني عشان يطورون لعبة Death Stranding حالة كونامي انها تصدر لعبة تحت اسم متل جير باسم متل جير سوربايب واستخدمه محرك Phantom Pain بالرغم من جودة المحرك وميكانية اللعب الا ان اللعبة كانت مليان اخطاء ومايكو ترانزكشنز فيها كثير والجيم بلاي ايضا كان مومن فمن الاحسن من السلسلة انها تموت على وضع الحالي افضل من استغلالها اسمها والتشوي فيه هذا غير طبعا ما جبنا طاري سالفة متل جير الباتشينكو ثالثة سلسلة معنا هي سلسلة بلاتفورم وغمرات جاك ان داكستر من تطوير الساديو نونتي دوك صدر منها ثلاثة جزاء رئيسية اللعبة كانت ممتعة وممتازة والبعض اطلق عليها لقب افضل لعبة بلاتفورم في وقتها على رغم من نجاحها ومطالباتها كثيرة عودتها لكن يبدو ان ما راح نشوف اي شي لها في وقت قريب ببساطة لان الاستوديو انتقل لمرحلة اكبر وقام يطور علعاب اكبر واطلعت بلت الصميمة الاولية ومحاولات الاستوديو في تغير شكل الشخصيات وحاول يخلون اكثر واقعية لكن ما كانت مقبولة الاستوديو مشغول حاليا بتطوير لاستفاس 2 يبدو ان هذا ما لهم اينين يرجعون السلسلة لكن بمنش من لعبة كراش رجعت والعاب ثاني قامت ترجع يمكن تجينا في شكل من الاشكال السلسة الرابعة هاف لايف وبالتحديد هاف لايف 3 الحلم الابدي السلسة هاف لايف شركة فالك اصدر منها جزئين فقط حلقتين تابعة للجزء الثاني عشان يكملون القصة تم اعلان عن حلقة الثالثة اللي المفترض اصدارها في اعياد 2007 لكن تكنسلت وتبخرت من وقتها ما في اي اخبر عن تطويرها وتقريبا كل سنة في معرضة 3 الناس اتمنى اعلان عنها الشركة ما اصدرت اي لعبة من سنوات والاقرب الواقع اننا بنشوف جزء جديد للعبة لتفور ديت بحكم اننا في شاعات كثيرة حولها من الاخر واضح ان الشركة ما عندها اهتمام في تطوير جزء جديد خاصهم بعد نجاح منصتهم ستين والعاب الشركة صارت اقرب لنكتر بان الشركة عندها لعنة مع الرقم ثلاثة كل سلسلة توقف عن جزء الثاني معها اخر سلسلة معنا هي سلسلة ديو سي اكس صدر منها اربع اجزاء رئيسية وجزئين على الجوالات اول جزئين من تطوير استوديو ايان ستورم والاجزاء الاخيرة من تطوير استوديو ايادوس مونتريال السلسلة خليط من انواع كثيرة هي ار بي جي وشوتر وتجسس وفيها حرية كبيرة في انهاء المهمات والسلسلة كانت ناجحة جدا واخذت كثير من الجواز خصوصا الجزء الاول والثالث وحتى الجزء الاخير ما ان كان ديفايدد لكن حتى تقيين ممتازة ما شفعت لها اللعبة ما باعت بالشكل المطلوب بسبب تدخل الناشر واطلاق نظام هذا النظام باختصار كلما دفعت الزيادة على الطلبة المسبق حصلت على اضافة زيادة داخل اللعبة وهذا الشي سبب مشكلة كبيرة حتى انهم كنسلوا الفكرة وفوق هذا كلها اللعبة كانت اكثر من الجزاء اللي قبلها كلها الامور تجمعت وسبب الضعف كبير في سمعة اللعبة وشكلنا ما رح نشوف ادم جنسن في اي وقت كريم وهذه كانت خمس سلسل العاب ذكرناها لكم اللي ما نتوقع نشوفها اي جزء في المستقبل جديد كلنا اشتوقعتكم الالعاب هذه وايضا هل في المسلسلة الثانية تعرفونها اذكروا تحت في التعليقات كم معاكم في هذا الشيح حياتكم العافية مع السلام